او المجازر من اهم الحاجات اللي احنا ممكن نخلي من منها والزبح وشروطه هنتكلم عليه وطريقة الزبح الاسلامية اللي احنا عايزين مفروض الزبح يتم فيها ايه الزبح اخوانا هو عملية جرح قطعي بعرض الرقب وبيتم استخدامه في الحيوانات والطيور قصيرة الرقب وفي حاجة اسمها النحر النحر ده عبارة عن جرح وقزي بيغرز السكينة في اللب أسفل عنق بيستخدم الحيوانات الطويلة مثل ايه الجمال طويلة الرقبة مثل الجمال العقر ده احنا بنعمله الحيوانات اللي هي بتبقى شردة وبتعمل ايه مشكلة كبيرة وتبقى شرسة لحوات الشرسة عشان ما تروحش بعيد تفترس الزبح بيصبح مكتمل وكامل بقطع الوردين والقاصمة الهوائية والمرية في بعض الاراء بتاع الفقهاء اختلفهم في الزبح هل هو ان انا ابدأ من الحلق لغير الصدر عشان اقطع الوردين بس والقاصمة الهوائية والمرية واذا لم يتم اقطع الثلاثة منهم هل الزبح صحيح ولا لا هنتكلمش شوية في الدقيق يعني حتة المذهب اللي هي مش بتاعتنا بس بسرعة كده المذهب الحنفي بيقول ان الزبح ده لو تم كده بيبقى زبح صحيح يتم في قطع القصبة الهوائية والوردين وحتى ان لم يقطع احدهم لو القصبة الهوائية والوردين ما تقطعوش لم تحل الزبيح الشفعية قالت من الزبح صحيح ويتحقق بالقطع الكامل للقصبة الهوائية والمرية بعض الناس التانية اللي هي الحنبلة قالك ايه ان الزبح يضحقق شرعا بقاطع القصبة الهوائية والمرية ولا يجوز زبح الحيوان من القفة يعني من ظهر من افاة من وراء واذا يعني حدث من غير قصد حلت برضو الزبيحة ما تبقاش حرام تبقى حلت الزبيحة وجاز اكلها عند بعض الطواقف زي ايه الشفعية والحنبلة دي مقدمة صغيرة احنا بنقولها عشان ايه يبقى فاهمين ايه اللي بيتم في عملية الزبح لو احنا زباحنا الحيوان من القفة متعمد الملكية قالت برضو جاز اكلها وبعض الناس تانية قالت لا عدم جاز اكلها طيب خلينا نمشي بسرعة كده ان احنا شروط القائم بالزبح شروط القائم بالزبح ايه ايه اشترات ان يكون قائم بالزبح مسلم ناضج جسمانيا وعقليا وان يذكر البسملة بيقول بسم الله الرحمن الرحيم على عملية الزبح عند لما يقسم الله الله اكبر عند لما يجزع يستخدم سكين طبعا زي ما احنا عارفين حد اثناء الدبح ويفضل تصويم الحيوان قبل الزبح بحوالي 12-18 ساعة لتقليل محتوى الكرش بتاعه من الغذاء كما قالت برضو هجلة الجراسين من الامعاء الى ايه الدورة الدموية وممكن نقدم مية بس في الفترة الاوانية الى 12 ساعة الحيوان اللي لازم قبل الدبح اريحه اتجنب اصارته ما اعملش اي استرس عليه لازم انقله مكان اللي مكان لازم ده الحركة الشديدة دي بتقصى على جودة لح لازم يقعد في السلخانة قبلها ب12 ساعة او 8 ساعات يكون هادي ومرتاح اتعارفين اخوانا الحيوان قبل الدبح عشان نتيجة نقله وحركته بيتعرض للاجهاد الشديدة اللي احنا بسميه السترس منها ارتفاع درجة حرارة او انخفاضها عملية نقل حيوان لمسافات طويلة قبل الدبح وعدم السماح له باخذ راحة كل دي بتقدي الى ايه الى استنزاف الطاقة الموجودة في جسم الحيوان اللي هي بتدي طعم اللحمة اللي احنا بسموه الادولزين تريفوسفيت او سلاسي فوسفات السوديوم ده بيتحاول لسنائي عشان كده بيحصل بعض التغيرات الكيميائية والغزائية للحوم قبل الدبح عند الدبح يا اخوانا برضو لازم نتأكد من ان قطع جميع الاوردة والشرايين والمريء والقصبة الهوائية مع الراس نخليها يعني جنب الزبيحة ما نفصلهاش بعيدا عن الزبيحة ايه كمان عايزين نخلي بقنا منه اكتمال الادماء الادماء ده مهم جدا لان الدم الغير الادماء الغير كامل بيؤثر على جودة ايه اللحمة لان تعرفين الدم اكتر وسط مناسب لنمو وتقاصر البكتيري لو هي فيها كمية الدماء هتلاقي البكتيريا فيها زياد بسرعة وحصل التعافل بسرعة لللحمة وما تقدرش ايه عدفات طويلة القائم بعملية الزبح يحط في عين اعتباره ان الكمية الدم اللي بتخرج عند زبح الحيوان في الوضع الطبيعي ينزف اكبر كمية ممكنة كل ما يكون الادماء بتاعه سريع او كتير يبقى ده افضل لجودة اللحوم الادماء الغير جيد ازل ما احنا قلنا بيخلي الزبيحة اتعرض للتلف وما تعرفش ايه تخزن اللحوم ده لان الميديا او الوسط اللي بينمو فيه البكتيريا اللي هو الدم احسن وسط ينمو فيه البكتيريا ايه هو معدل الوقت اللي انا اقدر اقوله ان فعلا حصل ادماء كامل في البقر تقريبا خمس دقايق في الاغنام حوالي ثلاث دقايق الادماء الجيد بيزيد عند لما اجي افصل خالص الرأس من الحيوان بيجيب معظم الدم اللي موجود فيه ده اخواننا اللي انا عايز تقريبا اقوله على موضوع الادماء والزبح واخر حاجة اقولها الحديث عن رسول الله عليه وسلم اللي هو بيقول ان الله يحب الاحسان في كل شيء فاذا زبحت فاحسنوا الزبحة واذا قتلتم فاحسنوا القتلة وليحد احدكم شفراته خلي بالك الشفرة كل ما بيكون حمية كل ما الحيوان ما يحسش بالألم حتى انت لما بتجي تحلق حتى دائنك برغم ان لو فرض ان حصل جرح فيك ما بتحزش بالجرح الا ما بتشوف الدم قدامك يعني لو كل ما يكون الشفرة لحد الألم بيبقى قليل جدا بالنسبة للحيوان ده مؤدمة بسيطة حبيت اقولها مؤدمة بسيطة حبيت اقولها عن الزبح وشروط الزبح والقائمة على الزبح